أهلا بكم جهود حثيثة هي تلك التي تبدرها الدولة لرفع العب عن المواطن ومواجهة ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم إذ قامت الدولة بتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع بالأسواق فضلا عن التوسع في تنظيم معارض السلع والمنتجات ومنافذ البيع لتوفير السلع بأسعار منخفضة ومن أجل وقف ارتفاع ثمنه قامت الدولة بتسعين الخبز الحر كما وجهت بمنح حوافز لتأمين مخزون القمح من خلال حافز إضافي لتوريد ونقل القمح ولمواجهة ارتفاع الأسعار كانت هناك توجيهات رئاسية بإعطاء أولوية قصوى لبرنامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة فضلا عن زيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني للدولة قررت أيضا بتبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022-2023 ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو فضلا عن زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 13% ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9000 جنيه إلى 15000 جنيه ما يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا في الوقت نفسه تقرر إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج تكافل وكرامة بتكلفة سنوية إضافية تبلغ مليارين وأربعمائة مليون جنيه كما وقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم يصل إلى 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية ولتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج قامت الحكومة بتثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى آخر أبريل المقبل هذا كما أعلنت الدولة أنها أيضا ستتحمل الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن القطاعات الصناعية ولتحسين دخول المواطنين أعلنت الدولة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي فضلا عن منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة تصل إلى 15% من الأجر الأساسي مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لصالح الاقتصاد المصري في مواجهة الأعباء المالية الكبيرة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية أشكركم على طيب المتابعة